في ناس يأكلون خبز وماء يابس يشلونه من القمائم بسبب عيش وين دورتنا وين حكامنا وين المسؤولين على هذا الشيء هكذا وصل بهم الحال في وادي وصحراء محافظة حضرموت أغنى المحافظات اليمنية ربما ثروة وأكبرها مساحة وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب الغاشم على السلطة الذي جرى بذريعة إسقاط الجرعة يتجرع أبناء حضرموت مئات الجرع التي تطالهم كغيرهم من المواطنين في عموم أرجاء البلاد من استهداف المؤسسة العسكرية إلى الأزمة الاقتصادية إلى تدهور التعليم والصحة تحصل أولاد صغار يبحثون عن عمل يعني معادي يفكرون في دراسة معادي يفكرون في كيف هذا في ناس عندنا يتعم يعني هذه مصيبة 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 كبيرة جدا لم يعد يحتمل المواطنون هنا أكثر من هذا الحال الذي تسبب به الانقلاب في ظل محاولة الحكومة الشرعية إعادة الحياة إلى طبيعتها ومواجهة الانهيار المتسارع للعملة المحلية ومحاسبة التجار لضبط أسعار المواد الغذائية مجموعة التراكمات من هذه المساوة ومن هذه الأوضاع السيئة جدا الرجاء يعني والطلب خاص بالحكومة أنها تنظر للمواطن ووضع معالجات جذرية حقيقية للقضاء على هذه وعدم يعني إهمال القضايا وعدم يعني تراكمها هذه تسبب يعني مضاعفات أقول لك الشعب اليمني إذا زالت عليه الضغوط حينفجر ولا انفجر ما تمسكه لا السعودية ولا إمارات أنا أتكلم السعودية والإمارات يتحركوا قبل فواتر أواء الشعب لا قام الشعب اليمن لا يمكن وقف أحد غياب المرتبات من وقت لآخر وانعدام فرص العمل وارتفاع الأسعار جميعها ساهمت في مضاعفة أعباء الحياة المعيشية ما ينذر بإمكانية أن تسير حضر موت في طريق شقيقاتها من المحافظات الأخرى نحو كارثة إنسانية باتت وشيكة إذا لم تتدارك جميع الأطراف تفاقم الأزمة ألقت حرب الميليشيات بظلالها على كل شيء في البلاد مدينة سيئون في أقصى الجنوب الشرقي لليمن والتي لم تطلها الحرب ضربتها مؤية الغلاء ما أدى إلى التفاقم الأوضاع المعيشية منذ الإنقلاب قبل أربع سنوات في ظل عايز الحكومة والتي لم تستطع فعل أي شيء حتى اللحظة حدد مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر موت اشتركوا في القناة